اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير الاعلام رئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية اكد على ترحيب مملكة البحرين قائدا وحكومة وشعبا واعتزازها بزيارة سمو ولي العهد السعودي إلى بلده الثاني البحرين وما تحمله من بشائر خير وسلام وازدهار وافاق راحبة لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى مستويات اكثر رسوخا وتقدما وعرب الرميح في تصريح لصحيفة عكاظ عن اعتزازه وجميع ابناء الشعب البحريني بهذه الزيارة الاخوية المباركة لولي العهد السعودي والوفد الرسمي والاعلامي المرافق مشيدا بتقدم وازدهار العلاقات الثنائية كأنموذج يحتذى به في التلاحم والتحالف والتحالف الوثيقي والشراكة الاستراتيجية الوطيدة والشاملة في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدة وأخي خادم الحرمين الشريفين أيدهم الله كما أكد وزير الإعلام أن زيارة ولي العهد السعودي لها خصوصية في كل بيت بحريني ومبعث للفخر والاعتزاز والتفاؤل وأكد الوزير اعتزاز المملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة على الدوام بالتضامن مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبها في صف واحد تقديرا لوقفاتها التاريخية المشرفة كعمق حيوي وستراتيجي إلى جانب أمنها واستقرارها